شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد أمس في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأعرب معالي وزير الخارجية في كلمته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب ولمعالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على استضافة هذا الاجتماع الذي يعكس الدور الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في قيادة التحالف الدولي ضد داعش وجهودها الحثيثة لتوثيق التعاون الدولي والتي مكنت التحالف من تحقيق العديد من النجاحات المهمة وإحراز تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة في التصدي لجماعات داعش الإرهابية في مختلف أنحاء العالم وأكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تحرص على النهوض بدورها كعضو مؤسس للتحالف وتلتزم بدعم كافة الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية مشيرا معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفة العمل من أجل القضاء النهائي على تنظيم داعش في جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وإعادة الاستقرار والأمن والتنمية للمناطق المحررة وتجفيف منابع تمويل داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى وعدم تمكينها من إيجاد أي سبل لتمويل عملياتها وأشدد معالي وزير الخارجية على ضرورة القضاء على البيئة الخصبة لظهور الإرهاب في المنطقة بمختلف صوره وأشكاله وذلك من خلال التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ووقف دعمها للإرهاب والتطرف والطائفية والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الاجتماع اليوم مهم جدا ونشكر الولايات المتحدة على الدعوة لهذا الاجتماع نشكر فخامة الرئيس ونشكر وزير الخارجية وجميع القائمين اجتماع مهم خصوصا وأن مملكة البحرين عظم وأسس للتحالف الدولي ضد داعش وكنا معاهم اليوم كانوا 12 دولة فهذه شيء التزام ونرى أن اليوم وصلنا إلى شبه الهزيمة الكاملة لهذا التنظيم الإرهابي فالحمد لله اليوم جاء الرئيس وقال عن خطة أنه ملتزم مع أمن المنطقة مع استقرار المنطقة والحمد لله احنا ملتزمين معهم كما التزمنا مع الولايات المتحدة في السابق المرحلة الجديدة فيها ليس فقط على التركيز على الجانب العسكري الجانب العسكري تقريبا أنجز وسيكون هناك التزام وانتباه وحذر هذا موجود لكن هناك أيضا جوانب أخرى في الأخص جانب التمويل تمويل الأرهاب هي نصف حرب الأرهاب هذو الأجماعة يغسلون الأموال يسرقون التراث ويبيعونه يبتزون الناس ويأخذون منهم أموالهم وحلالهم فهذه النوع من الجريمة يجب أيضا تسليط الضوء عليها أكثر والمملكة البحرين استضافت أول اجتماع لمكافحة تمويل الأرهاب وملتزمة في هذا المجال للرجة كبيرة كونها مركز كبير مالي وظليع في هذا المجال فملتزمة في هذا الشيء فهذه المرحلة القادمة رح نركز عليها إن شاء الله